تفيض حانيناً دروب الحياة ويشريق فيها شعاع الأمل وفي رحلات العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل يطول الطريق وينضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم أحمد الله عز وجل أيها الإخوة والأخوات نسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع أيها الإخوة والأخوات ينتشر ما بين وقت وآخر سؤال هل الإسلام انتشر بالسيف أم لم ينتشر بالسيف هل دخل الناس في دين الله بالإكراه أم أنهم دخلوا إليه عن طريق قناعة وحب لهذا الدين هل كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل سراياه بجيوش ومعهم السيوف والحراب وسافر هذا الجيش إلى مكان بعيد لأجل القتال فقطع الفيافية والقفار وهم على دوابهم على تعبهم ونصبهم ومعهم حرابهم وسيوفهم ثم التقى هذا الجيش بجيش آخر وقام بينهما الحرب وقام بينهما القتال والقتل وما فيها من سفك للدم هل الإسلام انتشر بهذه الطريقة نقرأ في التاريخ أن المسلمين حاصروا القلعة الفلانية أو البلد الفلاني ولبثوا يحاصرونه مثلا شهرا وشهرين وثلاثة وأكثر كما حاصروا مثلا بيت المقدس وحاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فمع طول الحصار يحصل بينهم رمي وقتال ومن الناس من يموت منه من يسقط من فوق الحصن وتلقى شعل من نار ما شابه ذلك طيب هل الإسلام انتشر بهذه الطريقة أنا اليوم معي أرقام معي إحصائيات سأقرأها لكم لنثبت هل انتشر الإسلام بالسيف أم انتشر بطريقة غير السيف هل انتشر الإسلام بالسيف أم بغير السيف هذا حقيقة سؤال كبير أنا أعلم أنه سؤال مكرر لكن أحيانا بعض الأسئلة تثار ما بين وقت وآخر فلا بد أن نتكلم عنها بمعنى أن هناك بعض المواضيع مهما كررتها إلا أن الأجيال لا تزال تحتاج إلى أن تستمع إلى الجواب أو إلى الكلام والتنبيه من خلالها يعني مثلا أنا في كل سنة ونص سنتين أخطب جمعة عن بر الوالدين فيأتي إلي أحيانا بعض الناس يقول أي شيخ أنت خطبت عن بر الوالدين قبل سنة ونصف وأنا صليت معك فلماذا خطبت أيضا عن بر الوالدين فأقول أنا خطبت لي سببين السبب الأول أنني أنوع موضوع أسلوب الخطبة صحيح خطبت عن بر الوالدين وليوم عن بر الوالدين لكن القصص تختلف والأحاديث حاولت أن يعني أنوع فيها الأمر الثاني أن هذا الموضوع لا بد أن يثار في كل مرة لأجل الأجيال الذي كان العام الماضي عمره أربع عشرة سنة وثلاث عشرة سنة اليوم عمره خمسطعش وستعش الآن بدأت مرحلة مراهقته يحتاج إلى خطبة عن بر الوالدين كذلك الكلام عن الصحبة السيئة نحتاج كل مرة نعيد الكلام عليه وذلك أن الناس لا يتركونه بمعنى لو أن كل الناس باررين بأبائم ومهاتيم خلاص ما يحتاج إلى تكلم عن بر الوالدين لكن لما كان الأمر على خلاف ذلك تجنى إلى الكلام عن هذا تعالوا نتكلم عن هذه المسألة النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس وكانت قريش تحاربه صلوات ربي وسلامه عليه وتضيق عليه حتى هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إلى المدينة ولبث فيها كون دولة يوم من الأيام عدد من الصحابة كانوا يسيرون حول المدينة يعملون دوريات أمنية يعني إن صح التعبير وتعرف أحيانا المدينة يعني مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بيوت قديمة متجاورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في نصفها لها مداخل متعددة وكان يسكن معهم أيضا اليهود والمنافقون فلها مداخل متعددة مما يجعل الصحابة أصلا يحتاجون أن يدوروا حول هذه المدينة بخيولهم أو على إبلهم لأجل إذا كان هناك أي إنسان فيه ريبة أو طليع الجيش أو كذا ممكن أن يقبض عليهم البداية في يوم من الأيام وجدوا رجلا محرما مارا عند المدينة وهو يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك فأقبل الصحابة قالوا من أنت قال أنا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة بنوا حنيفة يسكنون في نجد يعني منطقة الرياض فقالوا له إلى أين قال أنا والله ذهب إلى مكة حا الصحابة يعلمون أن الذي الرياض في نصف المملكة اليوم يعني في نصف جزيرة العرب ومكة في غربها الذي يريد أن يذهب من الرياض إلى مكة من نجد إلى مكة لا يمر بالمدينة شمالا ما في داعي تمر شمالا إيش اللي جابك شمالا فقبضوا عليه ظنوا أنه نوع من يعني طليعة جيش أو نحوه ذهبوا به إلى المدينة دخلوا به إلى المسجد ما وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام ربطوه في سارية المسجد أقبل النبي عليه الصلاة والسلام وصلّى ثم التفت فأخبروا قال يا رسول الله هذا الرجل قبضنا عليه أقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام بكل لطف من أنت؟ قال أنا ثمامة بن أثال فقال عليه الصلاة والسلام سيد بني حنيفة أنت سيد قبائل بني حنيفة الذين في نجد قال نعم فالنبي عليه الصلاة والسلام تركه وجاء إلى الصحابة قال أتدرون على من قبضتم؟ قالوا من؟ قال قبضتم على ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة هذا سيد قبائل في نجد الحنطة والشعير والرزق الذي يأتي إلى مكة كله من تحت يد هذا الرجل هذا سيد بني حنيفة لكن خلاص الرجل قبض عليه جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه قال يا ثمامة أسلم قال لا قال ما عندك يا ثمامة طيب إش رأيك أنا؟ كيف نتعامل معك؟ أندخل ديارنا ماذا نتعامل معك؟ قال إن تقتل تقتل ذا دم كلام ملك وأثق في قوته وفي قومه قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر إذا أنت أنعمت علي وتركتني وسامحتني تنعم على شاكر وإن أردت المال فاطلب منه ما شئت إذا تريد المال تريد فدية أطلب ما شئت والله قوم يوفروا لك من الدرهم إلى المليون درهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد القتل ولا يريد الفدية وأيضا لا يريد أن يطلقه إلا بعدما يتأثر في الإسلام تركه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أحسنوا إليه أعطوه من أطيب الطعام واغدوا عليه في كل يوم وروحوا بدابته الإنسان دابته لها قدر عنده خاصة يعني اليوم اليوم ربما لو الإنسان كان عنده سيارة معينة وخربت عليه الصدمة بها أو نحوه يذهب ويشتري سيارة مثلها مئة في المئة يعني لكن في السابق كانت الدابة بالنسبة للشخص يعني غالية عليه وذلك أنها مدربة على طريقة المشي التي يريدها هو قد تآلف هو وهي في طريقة التعامل لأنها لها مشاعر ولها عقل ولها تصرف فالدابة عند الإنسان منهم كانت لها قيمتها خاصة الراحلة التي يسافر عليها وتصبر على السفر يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن الإبل يعني أنتم الآن قد تجد مجموعة كبيرة من الإبل وجميع هذه الإبل التي تراها لا تصلح أن يرتحل عليها سفرا تصلح للأكل تذبحها وتنحرها وتأكلها تصلح ربما للاستعمالها في الحرث ونحوه أما الدواب التي تصلح للسفر فقليل يقول عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة راحلة يعني تسافر عليها فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر كل يوم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتون أمامه بناقته حتى يراها كل يوم يطمن نقته لا تزال حية فلما جاء من الغد والنبي صلى الله عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ظهر وعصر ومغرب وعشاء وثمامه يسمع القرآن ويرى الصحابة ويرى تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من الغد مر به النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عندك يا ثمامه قال عندي ما ذكرت لك إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن أردت المال فاطلب منه ما شئت كل هذه الثلاثة ما أريدها النبي عليه الصلاة والسلام سكت ومضى عنه وظل مع أصحابه ويرى الصحابة هذا يصلي وهذا يبكي وهذا يقرأ قرآن ثمامه يرى هذه المناظر ويتأثر في داخله فلما كان اليوم الذي بعده مر النبي عليه الصلاة والسلام به ما عندك يا ثمامه قال عندي ما ذكرت لك إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن أردت المال فخذ منه ما شئت فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هل انتشر الإسلام بالسيف هل جاء إليه وضع السيف على عنقه وقال لا أسلم وإلا قطعنا عنقك لا الإسلام ما ينتشر بالطريقة لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقال سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ما فيه المسألة ما فيه إكراه غصب عنك تدخل في الإسلام حتى يا جماعة في مكة النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما تكون لقوة مباشرة يكره الناس ألا تدخل في الإسلام غصب فلما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن ثمامة بن أثال قد أقفل جميع الأبواب ما فيه أمل أن يدخل الآن في الإسلام فكيف تصرف معه النبي عليه الصلاة والسلام كنا جبالا كنا كنا جبالا وربما سرنا على موج البحار بحارا موج البحار بحار بمعابد الفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار يفتح الأمصار قبل الكتائب يفتح الأمصار كنا جبالا كنا ثمامة بن أثال كان فيه عزة وشرف فالنبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه بما يصلح له لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة قال يعني ما عندك يا ثمامة فأعد نفس الكلام تقتل تقتل لا دم تنعم تنعم على شاكر أرض تلمان خذ منه ما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا ثمامة أطلقوا نطلق هكذا بلاش ما في فذية ما في شيء أطلقوا ثمامة طيب هذا يعني قومه عندهم يعني أعداد كبيرة جدا من القمح والشعير ما نقول يا رسول الله يعني أعطنا قمح قال لا لا أطلقوا ثمامة فأطلقوه فخرج ثمامة بعدما رأى هذا الخلوق الحسن واللطف التعامل مضى إلى ماء قريب من المسجد ثم اغتسل ولبس إحرامه مرة ثانية وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هل كان بالسيف يا جماعة لا والله ثم قال ثمامة يا رسول الله والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك وقد صار وجهك اليوم أحب الوجوه إلي ووالله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك وقد صار اليوم بلدك أحب البلدان إلي وما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد صار اليوم دينك وهو أحب الأديان إلي يا رسول الله مرني بما شئت أنا أحرمت الآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتم عمرتك مضى ثمام حتى وصل إلى مكة فلما وصل إلى مكة تغيرت تلبيةه بدل ما كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تغير الإسلوب بدأ يقول لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك تجمعت عليه قريش قالوا ها تلبية جديدة قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فضربوا لأجل أن يحولوا بينه وبين الإسلام شوف هذا الفرق الإسلام ما يدعو الناس إلى الإسلام بالسيف غصبا عنك تدخل الإسلام لكن الكفر يستعمل القوة والسيف ليخرج الناس من الإسلام يا جماعة الحروب الصلبية ما ننسى إلى اليوم ماذا فعلت ببيت المقدس وبغيره لما دخلت إليه المسلمون ما كانوا يفعلون ذلك فلما رأى العباس ورأهم يضربون ثمامه جاءوا نظر قال يا قوم هذا سيد بني حنيفة والله لو تضربوه ما يصل إليكم من بني حنيفة ولا حبة شعير أنتوا تدمرون أنفسكم الآن يعمل عليكم حصار اقتصادي فتركوه عند ذلك فقال ثمامه والله لا يصل إليكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت قريش قالت يا محمد هذا الرجل منعنا من يعني الميرة منعنا من الطعام فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام أنا أعطيهم هذا الأسلوب الذي كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستعمله الدعاة اليوم يا جماعة قرأت إحصائية كان عملها الدكتور راغب السرجاني تتعلق بعدد القتلى من الفريقين الشهداء من المسلمين والقتلى من أعدائهم المسلمون خلال حياة النبي عليه الصلاة والسلام خلال 63 معركة 63 معركة منها 27 غزوة و 38 سرية النبي صلى الله عليه وسلم سراية وبعضها غزوات هو يحضرها بنفسه 63 معركة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها لم يستشهد فيها من المسلمين إلا 262 ولم يقتل من الكافرين إلا 1022 وإذا نظرت إلى عدد الجيش المسلم ثم أخذت عدد الشهداء عدد القتلى وجدت أن الشهداء فقط 1% يعني تقع معركة كاملة وعدد القتلى من المسلمين 1% فقط وأيضا عدد القتلى من المشركين إذا جمعت عدد المشركين كلهم ونظرت كم عدد القتلى تجد القتلى فقط 1022 من المشركين خلال 63 معركة يعني 2% فقط إذا جمعتها تجد أنها 1.5% فقط يعني تقع معركة عظيمة بين المسلمين والكافرين القتلى فقط 1.5% معناها أن الإسلام لا يتشوف إلى الموت لكن تعالي للحرب العالمية الثانية عدد الجنود الذين اشتركوا في الحرب العالمية الثانية 15 مليون و 600 ألف هذا عدد الجنود تدرون يا جماعة كم عدد القتلى الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية 54 مليون و 800 ألف الجنود 15 مليون و 600 ألف هذا الجنود والقتلى الذين قتلوا 54 مليون و 800 ألف يعني القتلى أكثر من عدد الجنود كيف؟ لأن أكثر القتلى هم مدنيون غير مقاتلين تأتي الدولة المقاتلة ويدخل جنودها على المدنيين النساء وأطفال وناس عزل ويضربونهم بالرشاشات وبالقنابل قتل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل ذلك فصار عدد القتلى في الحرب العالمية أضعاف عدد الجنود أنفسهم الذين شاركوا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل جيشا يقول لا تقتل امرأة ولا صبيا ولا تذمموا على جريح يعني واحد جريح كذا لا تكملوا عليه خلوه أأسروه لما جمع الأسرى في معركة بدر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تعامل معهم أرقى التعامل كان عليه الصلاة والسلام يأمر أن يعطوا من الطعام وأن يكثر إليهم حتى قال مصعب بن عمير يقول كان أخي مأسورا فكان يؤتى ونحن الحرس على الأسرى يقول فكان يؤتى إلينا بالخبز والتمر والماء يقول فكنا نعطيهم التمر والماء ونأكل نحن الخبز اليابس إكراما لهم يقول حتى كان الأسرى أنفسهم وهم كفار مقاتلون يعني هؤلاء مقاتلون يقول كان الأسرى أنفسهم يخجلون ويقولون بل خذوا من التمر أيضا ونقول لا 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 أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليكم لذلك الله صلى الله عليه وسلم يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ولو كان الإسلام انتشر بالسيف لكان لما ارتفع السيف عاد أولئك إلى كفرهم أليس كذلك الآن يا جماعة مثلا في روسيا روسيا لبثت الشيوعية فيها ثلاثة وسبعين سنة نشرت الشيوعية بالسيف بالحديد والنار انتشرت الشيوعية فعلا وانتشر الإلحاد هو لا إله والكون مادة لكن أول ما سقطت الشيوعية عاد الناس إلى إسلامهم وعاد النصارى إلى نصرانيتهم القوة والعنف لا تصنع لك مجدا لكن الإسلام لما جاء وانتشر انتشر بناء على قناعات عند الناس ذلك الله سبحانه وتعالى أمر بذلك وقال ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة الآن يا جماعة أندونيسيا التي فيها تقريبا ثلث العالم الإسلامي فيها أكثر من ثلاثمائة مليون ومع ذلك لم يصل إليها سيف واحد دخلها الإسلام عن طريق تسعة تجار حضارم قديما ذهبوا إليها فبأخلاقهم أيضا ليسوا علماء تجار ذهبوا إليها فبأخلاقهم ولطف تعاملهم بدأوا يؤثرون في الناس بنوا مسجدا صار الناس صلوا معهم بنوا مسجد ثاني تفرقوا كل واحد بنى مسجدا حتى انتشر الإسلام في أندونيسيا ولم يدخل إليها سيف واحد الهند لم يدخل إليها سيف واحد دخلها الإسلام أيضا عن طريق التجارة عن طريق الكتب إلى اليوم يا جماعة الذين يدخلون في الإسلام ما يدخلون بالسيف يعني مثلا في ألمانيا في ألمانيا إحصائيات الحكومة الرسمية تقول إن الذين يسلمون في ألمانيا عددهم كبير إلى درجة أن الحكومة الألمانية تقول إنه في كل ساعتين يدخل مسلم جديد إلى الإسلام ألمانيا وهذه إحصائيات 2006 وال2007 وال2008 وال2009 وال2010 يدخل مسلم جديد في الإسلام هل دخلوا بالسيف هذا إحصائيات الحكومة يعني في اليوم يدخل أثنى عشر شخصا فلما سألت أنا سألت الإخوة في المراكز الإسلامية قلت يا شباب هل يعني ممكن العدد كذا قالوا لي لا العدد أكبر من ذلك لكن هذا الذين هم في السجلات الرسمية للحكومة فالإسلام أيها الأحبة انتشر بسماحته ولطفه وأيضا انتشر بالجهاد في سبيل الله فالقول إنه لم ينتشر بالسيف خطأ والقول إنه انتشر بالسيف خطأ إنما يكون في المسألة نوع من التعادل انتشر بالجهاد في سبيل الله ليسقاطي الظلمة والمتسلطين وانتشر أيضا بالكلمة الحسنة والعبارة الطيبة التي دخل الناس فيها في دين الله أفواجها أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير جعلني وإياكم مباركين أينما كنا وأن يستعملني وإياكم في طاعته للقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفيض حانينا ذروب الحياة ويشريق فيها شعاع الأمل وفي رحلات العمر ألف اعتبار يدلك قبل بلوغ الأجل يطول الطريق وينضي الصديق ولا شيء يبقى كحسن العمل ترجمة نانسي قنقر